بسم الله الرحمن الرحيم الأخوان الحالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من إرشادات سنتحدث بداية عن سرد تسلسل تاريخي لما حدث في هذا الموسم ثم سنتحدث عن واقع النحل في هذه الأيام وما هو متوقع خلال الأيام القادمة وما يجب على النحال الانتباه له في الأيام القادمة بداية النحالين عموما كانوا مستبشرين خيرا بهذا الموسم لأسباب عديدة منها أن الموسم المطري بدأ تقريبا في موعده مبكرا مقارنة بالسنوات الماضية كان هناك تتابع مطري جيد كان هناك تطور للغطاء النباتي بشكل جيد كان هناك مصادر حبوب لقاح مبكرة للنحل مما أدى إلى الدفاع طوائف النحل بشكل جيد في بداية الربيع والجميع يستذكر أن في بعض المناطق بدأت بوادر التطريد وحمة التطريد حتى في نهاية الشهر الثاني دخلنا شهر ثلاث كان معظم نحالين يتحدثون عن طوائف عشر إطارات تم رفعها للطابق الثاني بدأ هناك حمى التطريد ثم سادة في رمضان تقريبا حوالي أسبوعين من الأجواء الحارة الجافة الآن نحن نتحدث عادة بالنسبة للنحل نتحدث عن موسمين موسم الربيع ثم الموسم الصيفي أو موسم الشوكيات العشبة الربيعية أو النبتة الربيعية هذه النبتة عندنا بالمثل بقولك ماء الهرور يعني لا تستطيع أن تصمد كثيرا إذا ما تعرضت لفترة من الجفاف الطويل أو الحرارة المرتفعة أو الجفاف في رطوبة الجو وربما يؤثر ذلك على قدرتها على تحمل هذه الظروف وإفرازها للرحيب وغير ذلك فربما بسبب يعني ولو كانت فترة بسيطة جدا كان هناك انقطاع أو يعني توقف عن بطول مطري مع ارتفاع في درجات الحرارة المشكلة في النبتة الربيعية أن إذا كان هناك أمطار مبكر وبدأت هذه الأعشاب بالنمو ثم وصلت إلى أحجام كبيرة والإخوان الحالين كلهم بيشاهدوا ويلاحبوا أنه كان الربيع والأعشاب الربيعية هذا العام تتميز بكبر الحجم كبر الحجم يعني بالنسبة أن أيضا كمتخصصين في علوم النبات أن الاحتياجات المائية ستكون كبيرة جدا لذلك أي فترة انقطاع أو جفاف للموسم في وقت حرج جدا مثل شهر ثلاث فإن ذلك سيؤدي وشهر أربعة طبعا فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في العشب الربيعي وبالتالي كان هناك أمل كبير لدى الإخوان الحالين لم يتوج ذلك بموسم ربيعي مميز كان هناك موسم حمضيات نستطيع أن نقول أنه ربما متوسط أو في بعض الحالات أقل بقليل من المتوسط بتفاوت المناطق بتفاوت النحالين بتفاوت السلالات أيضا لها دور الأعشاب الربيعية أو القطف الربيعية في كثير من المناطق وخاصة الشمالي والوسطى يعني ربما لم تتجاوز اثنين ثلاث كيلو للطائفة الواحدة وهذا رقم يعتبر متواضع وأقل من المتوسط وخاصة في مثل هذا الموسم الذي كان هناك توقعات وأمال كبيرة الآن بعد ذلك عندما بدأت الأمال في الموسم الربيعي تتراجع دخل النحل عادة في الفترة الحرجة وهي الفترة ما بين الموسم الربيعي والموسم الشوكيات الصيفي هذه الفترة صراحة هي حتى لو كانت الأجواء ممتازة والدنيا جيدة هناك فترة انقطاع قد تستمر لمدة أسبوعين وفي الغالب نحن نصحنا حالين أن في هذه الفترة دائما إذا صار عندك انقطاع في المصادر الخارجية والرحيق وسواء أو في الغالب يكون حالين قطفوا قطفة الحمضيات أو الربيع والآخرين يفضل أن تقوم على إعطاء النحل بعض جرعات من التغيير طبعاً نحن ما رح ننصت لبعض الأصوات التي ربما تحاول أن تنعت مثل هذه التصرفات بأنها غش في العسل لأنه نحن نعلم بأن النحل في حال انقطع مصادر الرحيق من الخارج فإنه ما زال لديه جيش كبير من النحل والحضنة وبحاجة إلى تغذية وبالتالي يمكن للنحال إعطاء ولو جرعات بسيطة جداً من التغذية السكرية من أجل المحافظة على قوة الطواف واستعدادها للموسم الشوكيات وخاصة أنه بعد فترة الانقطاع هذه الطبيعية دخلنا في فترة غير متوقعة من البرد فعادت درجات الحرارة للانتفاض في نهاية شهر أربعة وهطرت المزيد من الأمطار في بعض المناطق درجات الحرارة تدنت في النهار وفي الليل أجواء غير مناسبة رياح شديدة باردة مما أدى إلى أن يبدأ النحل باستهلاك ما خذونه وتراجع النحل بشكل واضح وملحوظ لدى النحالين وربما حتى عندما حاول بعض النحالين الكشف العادي تقليدي للطواف النحل بمجرد ما كان يفتع على الخلايا كان النحل يهجم على بعضه وهذه معروفة أن هذه الظاهرة تكثر عند شح المرعى أو منقطاع الرحيق من الخارج فأن النحل يصبح لديه ميول إلى السرقة الآن متوقع أنه ربما لا يوجد هناك الكثير من التقلبات على الأجواء خلال ما تبقى من الموسم ونحن نعرف عادة أن موسم الشوكيات مواسم الصيفية يعني المسمية أو القطفة الصيفية أو موسم الشوكيات عموما ربما يمتد حتى ربما نهاية شهر خمسة بداية شهر ستة حتى ربما منتصف شهر ستة بتفاوت المناطب إذن تبقى لدينا ما يقارب من الشهر إذا ما كان هناك توفيق من رب العالمين بأن تكون الأجواء فيها نوع من الاستقرار تميل درجات الحرارة إلى الالتفاع قليلا يتوقف هذا التقلب في درجات الحرارة على الأقل يجب أن لا نعود إلى الأجواء الباردة فإن ذلك سيؤدي إلى أن يبدأ النحل ربما بجمع الموسم الصيفي المتوقع والشوكيات في بعض مناطق الأغوار عندنا موسم الينبوت عندنا أيضا في بعض المناطق موسم الربير أو السدر الجبلي وإلى غير ذلك من المواسم المختلفة وبالتالي بدنا نكون جاهزين لمثل هذه الضوء وإذا ما ربنا يسر الأمور فإنه ربما سيكون هناك موسم صيفي يعوض ضعف الموسم حتى هذا الوقت لذلك ما هو المطلوب من النحل؟ أول شيء بدنا نركز على النقاط حسب الأولوية إذا بدك عسل يجب أن نبدأ بوضع حد للملكات في وضع البيض اللي لاحظ من النحالين إذا كشف على النحل خلال اليمين هذول تفاجأ بأن النحل في الطابق التربية هناك كم ورقعة من الحضنة تعتبر ممتازة وتماثل الربيع هذا الاستمرار في هذا الكم الهائل من وضع البيض والحضنة سيؤثر على كمية جمع العسل هو المفروض أنه تلقائيا النحل يبدأ بالتضييق على الملكة وأنا اليوم كشفت على منحل وجدت أنه النحل بدأ بالتضييق على الملكة في طابق التربية وبالتالي مباشرة قمت باتخاذ القرار باستخدام أقفاص سكالبيني التي قمنا بعرضها أكثر من مرة ولكن الفكرة هي استخدم أي طريقة معينة تحد من قدرة الملكة على وضع البيض قفاص سكالبيني تمنحها من البيض تماما عبارة عن قفص صغير جدا ربما لا يتجاوز العيون السداسية الموجودة داخله 30 إلى 40 عين سداسية هذا هو المساحة التي يمكن للملكة أن تعمل عليها نترك الملكة مقفصة داخل هذا القفص لمدة ثلاث أسابيع ربما ثم يتم الإفراج عن الملكة بعد القطف بيكون نحن تقريبا اقتربنا من نهاية الموسم نقوم على قطف العسل الإفراج عن الملكة معالجة الطوائف بالأكزيليك أسد رشا على النحل لمرة واحدة وبهذا تضمن أن الباروة تقريبا تم القضاء على نسبة تتصل إلى 98-99% منها وهذه التجربة قمت بها السنة الماضية والحمد لله السنة هذه إن شاء الله سأقوم بيعادتها مرة أخرى وبدأنا بالتقفيص في أول منحل اليوم بكرة منحل ثاني بعد بكرة منحل ثالث وهكذا على الترتيب خلال ثلاث أربع أيام سنقفصنا كل الخلايا أو الطوائف المخصصة لجمع العسل هل في بدائل إذا ما عندك أقفاص سكالفيني إذا بتعمل حاجز داخلي تمنع الملكة من التوسع على أكثر من إطار ربما أو إطارين فإذا قم باستخدام الطريقة التي تراها مناسبة المهم أن تحد من قدرة الملكة على وضع البيض مما يعني أن الاستهلاك سيقل خلال الثلاث أسابيع أو أربع أسابيع القادمة ومع احتمالية أن تعود الأجواء إلى الاستقرار ودرجات حرارة إلى الارتفاع والشوكيات إلى إعطاء رحيق جيد فمتوقع إن شاء الله يكون فيه تعويض لموسم الربيع الآن هذه الطريقة التي هي أقفاص سكالفيني لها عدة فوائد الفائدة الأولى هي زيادة إنتاج العسل الفائدة الثانية هو وضع حد لتكاثر الباروة الأمر الآخر الذي أريد أن نبه جميع النحالين عليه بغض النظر بدك تستخدم أقفاص سكالفيني ولا ما بدك تستخدمها بدك تحد من قدرة الملكة على وضع البيض أم لا الخطر الأكبر الذي سيهدد النحالين هذا الصيف هو الفاروة السبب الرئيسي لذلك أن النحل بدأ بالاندفاع في الحضان مبكرا هذا العام في منتصف شهر واحد كان هناك اندفاع في الحضان الآن من منتصف شهر واحد حتى منتصف شهر خمسة نتحدث عن أربعة أشهر من التكاثر أربعة أشهر من التكاثر كفيلة أن ترفع أعداد الفاروة من خمسين حبة فاروة أو ثلاثين حبة فاروة في منتصف شهر واحد إلى الآلاف خلال هذا الوقت لذلك الحضن الكثير الموجودة داخل هذه الضوائف الآن ستكون مليئة بالفاروة فإذا لم تقم على تقفيص الملكة وبالتالي إعطاء الفرد فسحة لهذه الفاروة بأن تفقس ولا تجد حضنة مرة أخرى لتختبئ بحيث نقوم بمعالجتها على النحر بشكل مباشر إذا تركت الدورة الحضنة مستمرة فإنه خلال شهر آخر فقط يعني من نصف خمسة إلى خمسة طعش ستة إذا كان عندك ألفين حبة فاروة داخل الخلية ستصبح أربع ثلاث خلال ثلاثة أسابيع وبذلك ستبدأ أعداد الفاروة أن تصل إلى الحد الحرج الذي نواتجا انهيار طوائف الصيف والخريف استفحال الفيروسات التي ستمتد معك استفحال الفيروسات للأسف سيمتد معك حتى لو قمت بمعالجة الفاروة شهر ستة أو شهر سبعة وشفت الفاروة قدامك نزدك الفيروسات التي استفحلت في الطائفة ستبقى مستمرة معك حتى السنة القادمة وبعدين بصير تقول أن نحن ضعف بالصيف وضعف بالخريف وضعف بالشتاء وما قام بالربيع كويس كل هذا نتيجة استفحال الفيروسات وأنا أيضا من تجربة السنة الماضية بأن الطوائف التي تم تقفيصها بأطفاصس كالبيني هي الطوائف التي بقيت أقوى ما يمكن خلال الصيف خريف شتاء حتى دخلنا الربيع الضار فبالتالي أنا بالنسبة لي خلاص صار جزء من السلوك الرسمي بالنسبة لي وهو تقفيص الملكات أقفاصس كالبيني من اعتبارا من منتصف شهر خمس فإذا إذا أنت ما بدك تستخدم أقفاصس كالبيني يجب عليك الانتباه لموضوع الفاروة قم بمعالجة الفاروة بالطريقة التي تراها مناسبة عندك عسل بدك تستخدم المواد الطبيعية التي حكينا عندها عندك ما عندك عسل ما بدك عسل أو تستغنى عن العسل قم باستخدام أي علاج حتى لو كان كيمويا المهم أن لا تترك النحل دون علاج وخاصة الخلايا المخصصة لجمع العسل الآن عندك الخلايا الأخرى والطوائف الأخرى التي هي تقاسيم أو التي ليست مخصصة للعسل هذه ابدأ فورا بمكافحة الفاروة والأمر الآخر قم بتغذية هذه الطوائف اللي بغذي الطرود والتقاسيم والخلايا الجديدة والطوائف الجديدة بشهر أربع وشهر خمسة وشهر ستة لن ينسى هذا طول السنة رح تظل هذه الطوائف جيدة ومتماسكة وحتى لو كانت على أربع إطارات أو ثلاث إطارات أو خمس إطارات فإنها ستبقى متماسكة وقوية حتى تعبر الصيف إحنا عندنا في بلادنا الخطورة هي من الصيف لا حد يحكيه على الشتاء الصيف فقط فإنها ستستطيع عبور الصيف وبالتالي تدخل إلى الخريف بشكل قوي ثم الشتاء وهكذا فإذن الطوائف المخصصة للعسل يجب أن تعمل على مكافحة الفاروة بطريقة التي تضمن سلامة العسل وطبعا لا يمكن تغذيتها أما الطرود والتقاسيم فيجب معالجتها للفاروة وتغذيتها بالمحلول السكري حتى الآن ما زال هناك في وفرة في حبوب اللقاء ونوعية جيدة في حبوب اللقاء وهذا إذا توافر مع وجود محلول سكري وتغذية سكرية فإن هذه التقاسيم والطرود ستستمر في التكاثر مما يعني دخول النحل بجيش جيد إلى الصيف وبالتالي يستطيع أن يتحكم أو يعبر الصيف بشكل جيد بشكل مناسب إذن هذولا هن النقطتين المهمات في عندنا طبعا نقاط أخرى بدنا نركز عليها بشكل عام من الأمور العامة التي نبدأ بالتنبيه لها اللي هو موضوع الدبور الدبور الأحمر ظهرت الملكات في بعض المناطق ما زالت الملكات متواجدة في بعض المناطق اختفت الملكات مما يعني أنه ربما خلال شهر ستبدأ أفراخ الدبور الجديدة بالظهور فبديك تخلي عينك على الدبور الورور حسب ما يعني من الكثير من التقارير ونحن في مناطقنا أيضا يبدو أنه اختفى تقريبا لم يعود موجودا فقد ذهب بعيدا إلى الشمال ربما له عودة أخرى ربما في شهر سبعة شهر ثمانية شهر تسعة حسب المناطق فتلقيح الملكات أصبح أكثر انتظاما كان فيه هناك معاناة من تلقيح الملكات وسوء التلقيح في شهر ثلاث هذا العام عند غالبية من الحالين وكان هناك فقد كبير للعذارة استمر حتى ربما متصف شهر أربعة ثم بدأت الأمور بالاستقرار نوعا ما الآن أعتقد أنه الوضع المثالي لتلقيح الملكات وما زال شهر خمس يعتبر شهر جيد من حيث نوعية الذكور أريد أن أنوه إلى قضية أيضا أخرى مهمة جدا هذا العام بالإضافة إلى تقفيص الملكات بأطفاص سكالفيني قمت وسأوريكم إن شاء الله بفيديو ميداني قمت أيضا باستخدام حاجز سنيل جروف بحيث أنه الملكة تم تقفيصها في بيت التربية ثم أخذنا بروازين حضنة مفتوحة ومغلقة مع نحلهم شلناهم على جنب شلنا حاجز الملكات ما عاد فيه حاجز الملكات إليه داعي لأنه الملكة مقفصة قمنا بوضع العاسل التي تحتوي على إطارات العسل ثم قمنا بوضع عاجز سنيل جروف الآن حاجز سنيل جروف أو ما يسمى بالدبل سكرين بور استخدمت التي تراه مناسبا التسمية أو إذا بحثت عنه هي فكرة بسيطة جداً عبارة عن قطعة خشبية لها منخل من الأعلى ومنخل من الأسفل حتى لا يتلامس النحل وإلها بوابة خاصة فحطينا العاسل الثالثة وحطينا فيها بروازين النحل مع ربما برواز آخر لتغطية هذه الإطارات فقط وسنقوم بإضافة بيت ملكي مغلط أو عذراء بعد تتيتيمها لمدة 24 ساعة حتى أيضاً ننتج ملكة من نفس الخليفة يعني هاي الخليفة يعني أنك ملكة مقفصة تحت عاسلة من أجل جمع العسل ثم سنيل جروف لإنتاج ملكة لأن التلقيح الآن ممتاز إيش الخطوة أهمية هذه الآن النحل ما رح يكون بحاجة إلى يعني مدام الملكة وقفت عن البيض معناته ما في رعاية لحضنه فرح يتوجه النحل إلى جمع العسل ومش غلط لو كسبنا هذا الوقت أيضاً بتلقيح عذراء لتنتج ملكة فيما لو أن الملكة المحجوزة في القفص الأسفل كانت كبيرة في العمر أو قام النحل بالتفكير بإحلالها أو ربما قتلها كما يحدث بنسبة حوالي 3% ربما من الملكات التي تم تقفيصها بهذه الطريقة تقتل ربما أو بعد تحريرها تفشل فإن لدينا ملكة احتياط وبما أنه فيه منخل بيناتهم والنحل يعني يعني متعود على الروائح والفرمونات فإن عملية الضم ستكون سهلة جداً مما سيعفيني من مع بعض المشاكل التي حدثت في الموسم الماضي في أقفاص اسكالبيني ما بعد إطلاق صراحة الملكات وليست نسبة كبيرة ولكن حتى يكون الواحد بالجانب الآمن وإذا ما كانت الملكة في طابق التربية تم إطلاق صراحة وكانت جيدة وعادت لوضع البيض وأمورها طيبة أنت عندك ملكة فوق احتياط هذه ممكن تستخدمها لقسمة الخلية مرة أخرى إلى الخليتين لأنها ستكون جيش كبير أو يمكن استفادة منها في ربما بيحة أو في استخدامها لاستبدال الملكات فإذن هذه كمان نقطة حبيت أذكرها حتى يعني نفتح العيون والعقول أمام يعني التفكير خارج الصندوق بأفكار جديدة تفيد النحال وتعزز من إنتاجيته ثم نعود إذن بالإضافة للدبور والوروار خلصنا منهم لننتبه للدبور الصيف كالعادة التضليل على الطوائف عزل الغطاء الخارجي توفير مصادر مياه ثابتة للنحل يعني إذا كان هناك مناطق جيدة ربما نقوم بترحيل النحل ما بعد الموسم إلى مناطق تكون فيها ربما حبوب لقاح جيدة درجات حرارة مقبولة إلى غير ذلك من الاعتبارات اللي كل نحال طبعا حسب تربية النحل تبعته هل هو متنقل هل هو ثابت إلى غير ذلك وإن شاء الله نتأمن إذا ما استقرت أوضاع الجو وانتظمت وارتفعت درجات الحرارة قليلة لأن نباتة الشوكية تحتاج إلى ارتفاع في درجات الحرارة والأفضل طبعا مع الندى وجود ندى في الصباح لأن ذلك سيكون مثالي بإذن الله رب العالم طبعا يعني من الملاحظات أيضا بعد دخول النحل في موسم جمع العسل الصيفي الاقتراب من وقت الصيف والقطف بدنا ننتبه إلى تضييق المداخل لأن النحل بعد القطف الصيفي سيدخل في نوع من جوع ربما فلازم نكون جاهزين لذلك نبدأ بتغذية الطوائف مباشرة تضييق المداخل حتى ويفضل التغذية طبعا ليلا إذا كان ذلك بالإمكان حتى نتجنب كل المشاكل التي يمكن أن تحدث لنحل في الصيف بعد القطف طبعا النحل يقول لك يصير قطف والباقي سهل إن شاء الله أنه ربنا غير يسر الأمور وإن شاء الله ربنا غير يجبر بخاطر هنحالين بموسم شوكيات كما نسأل الله تعالى أن يجبر خاطرنا بنصر الإخواننا في غزة ونسأل الله لهم الثبات نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته